اهلا بكم شاهدين الكرام رمضان كريم كل عام وانتم بخير وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي برنامج سياستير برنامج سياستير افكر حضراتكو بيه هو البرنامج اللي بنختار فيه مجموعة من الصور ورسوم الكاريكاترية اللي بنعرض فيها افكار ووجهات نظر رسامين الكاريكاتير بنفسر الصورة والافكار اللي بتحملها هذه الصورة حضراتكو ايضا بتشاركونا فيه تفسير كل صورة عشان نوصل كلنا للفكرة اللي الفنان عايز يوصلها الحقيقة هم رسامين الكاريكاتير زي ما تعودنا معهم بيتأثروا بالاحداث اللي بنمر بيها الحدث الابرز ثم الظروف الاجتماعية اللي احنا فيها عموما شهر رمضان الكريم هو احداث ومختطفات الناس ومواقف الناس في شهر رمضان هي اهم حاجة او اكتر حاجة لفتت نظر رسامين الكاريكاتير تعالوا نشوف مع بعض اول صورة معانا بيعبر بيها عن سلوك الناس واسلوبهم في شهر رمضان فجايب لنا صورة غريبة مرسومة راجل قاعد شكله اهو وضح عليه حالة من الغضب وبيقولوا ان ده الرجل الاخضر واضح فيه كذا يفتة موجودة حوالين الراجل الاخضر ده عشان هو صايم فعمال يقول او واضح عليه علامات غضب ما حدش يكلمه ما حدش يطلب منه حاجة ما حدش يفتح معاه اي مواضيع سياسية ما حدش يعدي من قدامه عشان ما يشمش ريحته او يعرف انه هو فاطر ما حدش يلبس قدامه كذا او كذا كل دي اسباب ومبررات شايفين الرسام حطت كذا يفتة عايز يوضح بهم الاسباب والمبررات والصور الكتيرة اللي البعض بيننا بيتحججوا بيها في الصيام وكأن الصيام ده شهر للطوارئ ولكن هو شهر بيتخلق منه حاجة كتيرة للكسل والاهمال بالعكس مع انه هو شهر الصيام هو شهر العمل طبعا هو بينتقد المسألة بتاعة التراخي الكسل التحايل باي حجة العصبية المفرطة اللي بعض الناس بتتجه اليها كمان حالة من حالة التوتر وعدم القدرة على اداء العمل شهر الرمضان شهر كريم ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فيه الطاقة على ان احنا نعمل كل خير واول الخير شغلنا نخرج في وصل النجاة الكامل مع حضراتكم ورجعنا لكم ونشوف تاني صورة معنا في حلقة النهاردة برضو زي ما قلت في دات الحلقة هي عن شهر رمضان كلها عماد حجاج الحقيقة جايب لنا كاريكاتير بيوضح لنا فيه الناس وهي بتستعد البعض دايما بنقول البعض مش الكل فيه ناس عندها او بتشوف من زاوية شهر رمضان شهر الاكل فحتى الوليمة منزلها بوينش وليمة اليوم الاول في رمضان الله سامحك ابو محجوب والله ما له داعي والله الحقيقة ابو محجوب جاب كل اللي يتاكل واللي ما يتاكلش الناس كأن بيجي اول يوم رمضان او بيقرب اول اسبوع في رمضان تحديدا والناس تبدأ تنزل على السلع وعلى البضايع شراء وطبخ وتجهيزات وحالة من التوتر وارتباك في البيت وفعلا كأنها وليمة ضخمة جدا لما بيجوا على الفطار ما بيتاكلش ربع الاكل اللي موجود وعلى فكرة دي احد الاسباب اللي بتؤدي لغلاء الاسعار دي احد الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني منحها او حرمها علينا ان احنا نكون مفرطين او مبزرين وبالتالي هي صورة منتقدة وهو رفضها عبر عنها ازاي؟ صنية قد كده والوينش هو اللي شايلها هنروح لفرق حسن وصورة تانية وكاريكاتير تاني معنا تحت عنوان استعدادات رمضانية واحدة هو قاعد على المدفع فابنه بيقول بابا جاب لنا مدفع عشان نفطر ونتصحر براحتنا طبعا هو بيعمل هنا اسقاط على عايز يورينا ان البعض بيكون عندهم الميول ان هو على حسب استعداداته وهو درجة استعداداته شبع عند اللحظة دي وكفاية مش قادر بقى يشرب مية وهو يبقى هو ده الصحور يبدأ صيامه اول ميجوع يبدأ هو ده فطاره طبعا هو ما بيتكلمش خالص على الفرد وعلى الشريعة اللي بتقول من الليل من الفجر من ادان الفجر لحد ادان المغرب يا فاتح السلام لا هو بيتكلم على حاجة تانية بيتكلم على الاهواء اللي بدأت تخش في كل حاجة وبدأت تحاول تغير من كل السوابت ومن كل القواعد لدرجة ان الاهواء دي الرابط حتى من فكرة الدين وهو استغل فكرة مدفع رمضان بما انه هو انسان هو اللي بيستخدمه وهو اللي بيحدد اطلاق المدفع يبقى بالتالي ممكن نخليه بمزاجنا بكل تأكيد مش الاهواء هي اللي بتحرك كل حاجة في سوابت في قيم في مبادئ وهو ده اللي عايز يقوله نوضع صورة تانية وكاريكاتير لفرج حسن برضو مع رمضان وبيصول لنا فيه ضيف بيقول المزيعة واكتر بحاجة بحبها في برامج رمضان فقرة ازان المغرب برضو دي اغلب الصور اللي رسموها لنا رسميني الكاريكاتير وهنا فرج حسن عايز يوضح لنا برضو نفس الفكرة ونفس الصورة في ان بعض الناس ذهنها مربوط بس بلحظة الفطار ذهنها في كل حاجة عايز يمشي من الشغل عشان الفطار عايز يقعد ويسكت وما يتكلمش راتي عشان الفطار عايز ينزل يشتري ويجري فطار يحضر الصفرة ويسكت ما يردش على التلفونات ويقف الباب بيته ويقف الباب قوته عشان استعدادا للفطار وكأن الفطار ده حدث في حد ذاته مش المعنى المقصود من وراه هو ضغط النفس حسن التعامل الاحساس بالفقير والغلبان عايز يورينا ان بعض الناس شالت المعاني السامية اللي الهدف منها عملية الصيام وحطت بدائل ومعاني تانية حتى لدرجة نفكر ان ده يبقى في رمضان هو اهم حاجة عايز يسمحها هي مدفع الافطار هنروح لكاريكاتير تاني وماهر بدر معانا من جريدس الاهرام بيصور لنا فيه واحد عمال بيأكل ببق مسك الاخل لو زي ما انت شايفينه بتخين جدا بيشرب بيد ومسك بيد وإلها اجيب لك مراته بتقول له اجيب لك الكنافة ولا بعد الترويح عشان يصور لنا حالة من النهم والاقبال على الاكل بدرجة بشعة ان الانسان قاعد ساعة بيضرب مدفع الفطار عايز يعمل كله في لحظة واحدة ده كثرة كلهم حذروا من ان ده في منطقة خطر خلط المية بالاكل باكلات غريبة وحادق وحلو ومر ودلع وسخن وبرد كله على بعض وكده على المعدة ما كانتش بتشتغل مدة طويلة يبدأ الانسان يحركها بالدرجة دي هو عايز يلفت ده خطر على الصحة وعايز يلفت حالة النهم والاقبال على الاكل وعايز يلفت النظر برضو الكميات اللي ممكن حد يأكلها وبعد ما يأكل يقعد ويفضل قاعد ما قدرش يتحرك وكمان لحد ما ييجي فرض الصلاة مش قادر يقوم بالعكس كل تفكيره ايه المراحل اللي يبدأ يأكل فيها ودي طبعا هي المنتقدة والفكرة اللي بيسلط عليها الضوء الرسام الكريكاتير هروح لصورة تانية فرج حسن بتكلم على الاستعدادات الرمضانية برضو فبيقول هنصحر السنة دي بالصفارة عشان الناس ده المصحراتي هو اللي بيتكلم هنصحرهم بالصفارة عشان الناس تسمعني لان اللي بيطبلوا بقوا كتير قوي دلوقتي وهنا طبعا حاطت ورس ست برنامج توكسو عشان يورينا ان حالة المديح بدون وجه حق طبعا هو بيسقط بيستعمل المصحراتي عشان يسقط على فكرة ان كتير من البرامج بتقوم بعملية المديح بدون وجه حق عشان تحاول تتقرب من بعض المسؤولين او تحاول انها تبرز دور للمسؤولين هو على ارض الواقع مش موجود طبعا دي نقطة بينتقل فيها التطبيل اللي هي حالة النفاق بشكل عام نفاق بينه وبن بعضك اشخاص في العيلة في الصداقة في العمل في اي مكان النفاق بكل صور مرفوضة الحاجة التانية اللي بيتكلم عليها برضو انه عايز يقول رفض فكرة التطبيل يعني مطلوب العمل والفعل على ارض الواقع وهي دي الحاجة اللي ما بتسماش تطبيل بالعكس ده تشجيع وتأييد كل حد بيشتغل بنقول له شكرا وكل حد ما بيشتغلش بنوجه وبنلفط نظر انه هو ما بيشتغلش وهي دي هنا بنلغي فكرة التطبيل اللي قال عليها لان الطابلة طبعا هي بتاعة المسحرات وهو بيربط ده بدا الروح لصورة تانية وعماد حجاج وكاريكاتير بيصور لنا فيه زير من المية مكتوب عليه سبيل الماء اللي عاد عايز يشرب ففيه مجدود يفطى فوق اقتراح على السادة المحسنين الكرام اللي محطوط عن ناحية التانية فيه سهم كده مكتوب عليه على سبيل المثال وده تكييف على السادة المحسنين عايز يورينا ان فيه حد ممكن يعمل كده في رمضان الخيرات او الاعمال اللي بتتعمل واحد بيحط تكييف في محطة قطر او بيحط تكييف على صيف علشان محطة اوتوبيس او عشان الناس تبدأ من شدة الحرارة انها تحاول تقفى شوية على فكرة ده هو بيتكلم على الصدقات بكل اشكالها الصدقة مش بكام الصدقة مش قد ايه الصدقة هو الشيء اللي انت تقدر تنفع به اي حد وهي دي الفكرة اللي عايز يقوله بيورينا شكله اثنين وثلاتة من اشكال الصدقات لكن هو هنا بيحاول يدي اسقاط لازع ولو بسيط جدا ان فيه بعض الناس بتبالغ في الصدقة بتاعتها يعني بدل ما يجيب للناس اكل وعيش وهدوم وهو لا او بيديهم فلوس يسدوا بياه احتياجاتهم لا ممكن واحد يعمل صدقة يحط لهم تكييف طبعا هو نافع في حر او الجودة لكن هو الهدف الرئيسي مساعدة الناس في احتياجاتهم مش في الرفاهيات نخلص الاحتياجات بعد كده نبدأ نخلص في مدار الرفاهيات ودي الفكرة اللي هو عايز يوصلها هنروح لصورة تانية وهي لاناس الديب من جريدة الاهرام بيصور لنا فيه واحد عمال بيهزفه وفيه مواطن او شخص انسان نايم زي ما احنا شايفين كاتب مواطن تحت الاوطار الفكرة دي تقريبا هي بتحمل معاني كتير جدا عايز يورينا منها ان المواطن مش عارف يغني نفسه ينبسط لكن حجم الضغوط وحجم العوائق وحجم اسمه صاعب اللي عليه وعلى حياته كتيرا فده شكل وفكرة عايز يبعد بيها فيه صورة تانية عايز يورينا ان فيه بعض الناس هي ما بتعبرش او صوتها ما بتطلعش زي صوت الكمانجة لكن جواهم شيء من الحزن شيء من الزعل شيء من المشكلات لكن هم مش عارفين يوصلونها وبالتالي بيصورهم بكأنهم محبوسين تحت أوطار نفسهم يزعقهم نفسهم صوتهم يطلع ده بيرمي الى فكرة محاولة الاحساس بالاخر حتى لو كان الاخر ده ساكت نحس بيه لو بدأت الحكاية دي تمشي بين الناس او تبدأ الناس تتبادلها وكل انسان يحس بالتاني هتوصل الصورة هنا في النهاية الى اننا هنبقى مجتمع مترابط مجتمع متحب وهي دي الفكرة اللي هو عايز وصلها نخفف الاعباء عن بعض كفاية اعباء الحياة فحد ذاتها هي ضغط على الانسان هنروح لصورة اه تانية والسه انا سيديم معنا وكاريكاتير بيصور لنا فيه واحد مواطن بيجره وعمال يطير فاتح رجله على اقصى سرعة بيطير وراء الملتب والملتب هورس يقولنا على شايك الفلوس جسم الحمامة او الطائر ده وطائر بجنح طبعا هنا هو عايز يوصل صورة تانية مهمة جدا هي ان دخل الناس ما بقاش بيكفيهم فعلا نتيجة غلاء الاسعار نتيجة المتطلبات الكتيرة كل واحد فينا اصبح محتاج وزارة اقتصاد داخل بيته وزارة اقتصاد داخل مخه حسن التدبير والتخطيط المحن والظروف الصعبة بتمر على كل انسان بتمر على كل الدول وكل الشعوب الحكمة هي ازاي الانسان يقدر يتعامل مع كل هذه الصعوبات طبعا هو مش مكلف ان هو يتعامل مع هذه الصعوبات في دولة وفي حكومة وفي داخل وفي مصادر ده شيء قائم لكن في استعداد في مشروعات في تنمية في صبر واحتمال لحد ما تبدأ العجلة زي ما بنقول ترجمة نانسي قنقر